موسيقى رجعنا لحضراتكم تاني ولسه لازلنا في فقرة اسأل مع دكتور نورة الجزئية التانية من الفقرة والتعامل مع الزوج النرجسي يا جماعة انا ضد الانفصال في اي بيت وضد الطلاق يعني الواحد بيقولي الكلام اللي يعود له في حياته بشكل يعني انا بتكلم والله العظيم كده يعني معلش انا اسفل لازم اوضح الحتة دي قوي فانا مش باجي يعني لما اقول لناس معينة انفاصلوا ببقى فعلا اعنيها بعد دراسات يعني الواحد ذكر في علم النفس شط عظيم جدا كبير يعني ففعلا انا بقول لما اقول لحد ينفاصل ينفاصل طيب الزوج النرجسي طبعا يا جماعة احنا عارفين النرجسية خلاص انتشرت البلد بقى كل الناس دلوقتي في مصر عارف يعني ايه نرجسية ومن هو الشخص النرجسي ولكن للوقتي فيه ذوجة بقالها بتجاوزها بقالها عشر سنين عشرين سنة ايا كان السنوات اللي عيشها مع الرجل هي مش فهمة وبتصرف معا كده ليه هي مش عارفة هو بيعملها كده ليه طيب ما هي سيكولوجية الرجل ده بيفكر ازاي اي حد عنده في حياته عبارة عن اداة طيب الراجل ده اصلا عبارة عن ايه او الست فيه رجل نرجسي وستة نرجسية عنده نقص حاد في المشاعر ما بيعرفش حب قلبه ده عبارة عن ترس بيتعامل معلش يا جماعة احنا اسفى معانا مكالمة تاني تفضل او تفضلي اهلا بحضرتك تفضلي انا بحضرتك تذيه اصلا علي صوت الي من الفرق السوت بعد ازنك انا مستمع اعطوات التلفزيون بحضرتك تفضلي اه اه تماما اتفضلي ايو انا شعرته معانا مكالمة تابعا ببطير صوت الي من الفرق اعريس انا اسأل حضرتك سؤالها اهلا تركزي على الصفة في الفرق هل بتركزي على الصفة دي معك في الكلام؟ حسنا هل بتكرني بينه وبين راجل يصرف على بيته؟ او بيته صوت الي من الفرق استاني بس استاني والله العظيم انا بتكلم بصي بص استاني انتي بتقرني بينك بينه وبين حد صح فلان جايب لي ابنه او جايب لي بنته صح انتي بتعزز الصفة دي جواه يعني لو كنت كان بيديك عشرة جنيه حيمنعها مثلا على افتراض هو الرجل ده عايز ايه ترجعي تاني تعملي خطة للشغل معاه نفسيا يعني تعمليه كويس بمعنى ايه كويس نعم تفضلي مستمع طيب شكرا لاتصال حدريتك ويكلميني بعد الحلقة ان شاء الله دلوقتي الزوج النرجيسي وهذا الرجل يعني انسان بيحب نفسه شويتين زيادة بس هو ليس حبا والله يا جماعة الشخص ده تعيس في حياته فعليا لانه عارف ان الشكل العام اللي بيوري به الناس او الشخصية اللي هو يعني بيينها للناس عكس تماما الشخصية الحقيقية بتاعته فعنده الشخصية اللي بيبينها الذات المزيفة الذات الحلوة يعني مفروض الذات الجميلة بقى للناس بس فعليا فعليا هو او هي شخصية ليست بهذا الجمال ولا بهذا اللي هو الصفات اللي هي كويسة طيب الزوج النرجيسي اصلا غالبا صفة البخل بتبقى مع نرجيسية الاثنين مع بعض غالبا الاثنين بيبقوا مع بعض طيب خلينا نقول حاجة الرجل النرجيسي سيكولوجيته ان حضراتكم اي حد بيتعامل مع حد نرجيسي هو بيستخدمه يعني اداه من الادوات اي حد من حقه هذا الشخص يغلط فيه وما يحطش حدود يعني ايه هو غلط وشتم وكذا والناس المفروض تسامحوا يبقى اول حاجة بيستخدم الناس مش هنقول عبيد او خدم تاني حاجة مش من حقه احد يزعل من اي فعل امبيه ابدا مش من حقه ويرجع في اي وقت ويرجع في اي وقت ويرجع في اي وقت ويتصالح كمان يعني يقوم غلطان ويتصالح يعني فطبعا دي تلات حاجات في دماغ انرجيسي طب حضرتك اصلا ايه الشخص ده اصلا تتعاملي مع ازاي الشخص ده يمكن التنبؤ بافعاله لانه حياته نمطية تقدر يتتوقعي ممكن يعمل ايه لو نرفيزتي في حاجة معينة فبلاش تنرفيزي انا بقول لحضرتك اللي لينا واللي علينا في القصة دي انا مش بقولك سيبي بس بقولك انت محتاجة تشيلي قلبك تماما مع هذا الشخص لان هو قلبه ما عندوش مشاعر والله ما عندو مشاعر فعلا هو الفكرة كلها الشخص ده بتعامل معاك بطريقة الترس بطريقة دماغه هي قلبه الاتنين فيهم فكر ما فيش مشاعر فحضرتك تشيلي قلبك وتتعاملي بمشاعرك وتوزني كل كلمة يعني بميزان قبل ما تقولي حاجة قبل ما تعملي حاجة وتكوني متوقعة رد فعله ودي الحقيقة من نقاط الضعف مش قوة ابدا انك تتنبقي ويبقى سهل التنبؤ بتحركاته دي حاجة في منتهى الضعف ولكن احنا بناخد افصل احنا بالنسبة للستات يا جماعة الناس اللي متجاوزين بقالهم عشرين وخمسة وعشرين سنة مش عايزين نطلق الناس احنا مش جايين هنا نخرب بيوت الناس خلاص كده طيب ايه تاني ممكن تعمليه هو عايز متحته للوقت لو انت عايز حاجة منه يعني مثلا يا سلام على ده انت غسلك للعربية مالوش زيه ده انت بتخسل العربية احسن مني حاجات من هذا القبيل الله عليك بقى لما تكون بتفكر كده هو عايز متح هو ما عندوش مشاعر عايز تابلاي عايز امدادات من برا عايز امداد لازم الامداد ده يكون من حضرتك طيب عايز متح عايز اللي انت شايفه تمشي معاه بالرتم ده هو شايف حاجة غلطة بس الاحسن يكون كذا تبتدي تدي رأيك هتلاقيه اخد برأيك بس هينسب الرأي لنفسه مش موضوعنا مش موضوعنا خالص احنا بنتكلم على ان الشخص ينسب الرأي لنفسه مش ده خالص انا بقولك تتعاملي معه ازاي النصيحة المخلدة لو انت عايزة تعيش معاه اعملي نفسك من الهند اعملي نفسك جاية بفيل وراكن الفيل تحت البيت والفيل بيعد وانت مش من مصر اصلا او مش من اي دولة عربية عاملة نفسك من الهند فعلا اعملي نفسك عمية اعملي نفسك ما بتسمعيش اعملي نفسك كل حاجة ليه بقى؟ علشان انت لو ركزت معاه انت ملكيش دعوة هو بيعمل ايه؟ انت هتبتدي تلف في المدار بتاعه وده احنا مش عايزينه عايزينك تبقى ليك شخصيتك لانك هتتحد معاه في شخصيته وفي محوره وهتبقي تابع وهيبقى ملكيش شخصية شخصيتك هتروح في حتة مش هتيجي يعني هتمشي كده هتلاقي يعني ايه نفسك نفسك انت نفسك 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 دي مش هتلاقيها يعني شوفي انا يعني بأكد كم كلمة نفس مش هتلاقي نفسك هتلاقي نفسك بتلف في المحور والمدار بتاعه خلاص كده فشخصية سواء رجل او امرأة بالنسبة للشخصية النرجسية مفيش مشكلة في اللي بتعمله مش مشكلة اعمل نفسك من يعني ما تفكرش كتير خلاص كده نتعامل مع هذه الشخصية بالعقل وليس بالمشاعر يعني نوزن الفعل نوزن الكلمة بتدي مقترحات تحترميه ومتزمهوش قدام حد طيب انا يا جماعة في واحدة نوعدتها هرد على تساؤل بتاعها اتصلت بيا وهي بتعيد بتقولي بقالي شهر ونص ما بنامش الكلام لسه في حلقتنا في الحتة دي وزوجي كل ما يلاقيني نايمة يصحيني هو بيعمل كده ليه ده نتدي تاخد مهدئات وجوزها ده نرجسي خلاص كده انا ردت على حضرتك في الحلقة ههو المتسألة نرجسي يعني ايه ما ينفعش انك تنامي هو صحي ما ينفعش يبقى البيت هادي كده ممكن تلاقي حد وانت نايمة واقف يبص عليك واقف يعني تبقي جدا نايمة في اماني الله واقف حاطة عينه عليكي ما بينامش على فكرة يا جماعة الشخص النرجسي شخص عنده قرق رهيب ما بينامش ونابع من الخوف من المستقبل ونابع من تحقير الذات ونابع من الخوف من كل اللي حواليه فشخص لا يعرف الاستعادة طريق بجد مش عشان الناس ومش عشان الناس حواليه لا 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 هو قريدي عنده خوف مردي من الناس خوف مردي وبالتالي عمره ما يحس بتعمل سعادة عاملة ازاي فبالتالي كمان حضرتك لو انت انسانة سعيدة في حياتك انا انصحك من الخطوبة لو لقيت بعض العلامات الزيادة كده مش اقولك هو يعني ده شخص بينزع ربنا في الرداء بتاعه الرداء الكبرياء الكبرياء رداء الله ما نزع الله في ردائه يعني اقرو بقى في الحتة دي شوفوا ربنا بيعمل فيه فالكبرياء حاجة بتاعة ربنا كلنا 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 بدون استثناء عندنا جزء من النرجسية ناس شوية بس فيه حاجة اسمها النرجسية الصحية يعني عندي عيزة نفس مثلا او حد عيزة نفس والكرامة واتخاذ القرارات النفعة والصالحة للليه وللناس اللي حواليه يعني فيه كذا حاجة يعني اللي هو لو حد مثلا قلل من الشأن مش لازم تاني ارجع اكلم الشخص او بنوصل لحلول او الى اخيره فاهمني القصة ايه ده كل واحد عنده جزء بس فيه نرجسية الصحية ان هو انا متشاف وشايف نفسي والناس شايفيني وفيه شخصية هي اصلا مش متشافة وعايزة الناس تشوفها خلاص كده معنا مدخلة نقول اهلا ونسهلا تفضلي او تفضل طيب خلاص خلاص عود الاتصال بينا طيب احنا لسه بنتكلم في الجزئية دي يا جماعة الست اللي عايزة تستمر مع هذا الرجل انا مش بقولك اهربي بس بقولك اهربي بنفسك مش مش لازم البيت لان فيه ناس لسه مش عندها بيت زي ما احنا لسه متكلمين من شوية يعني ده مصدرها في الاكل والشرب والاعاد والمعيشة لا متسبيش البيت ولا حاجة بس عيشي منفاصلة يزعق يغضب مش مشكلة هو بيغضب طب انت زنبك ايه عملي غيار الموضوع بس غيار الموضوع يحبه طب معلش مش معلش اللي هو التبطابي عليه كل مرة التبطابي عليها هيبقى محتاج عايز امداد كل مرة بقى عايز يزعل عشان يتصالح لا كلام ده غلط بيغضب ومش عارف ايه سبيب راحته خالص هو هيهدى ويطلع عادي ولا كأنه عمل حاجة خلاص انما انت ما تحطيش عبق على نفسك انا اللي زعلته انا اللي غلطان اوعي تعملي كده مش انت خالص خلاص وانا بنصح الستات معلش اللي عايزة تحافظ على حياتها النفسية اولا وعلى بيتها تعمل النصايح اللي انا بقول عليها دي بدون تجريح في حد تسبيل واحده هو عايش لوحده كده كأنه في كوكب اخر شايف نفسه يعني شايف نفسه اوكي مالوش علاقة بالحواليه واللي حواليه رعاع وقفقينه بتاعه تمام زي مثلا ان علي بي مظهر او كده حاجات زي كده فالفكرة كلها الرعاع والقفقين اللي حواليه دول حتى ولاده نفس الفكرة كلهم نفس الشيء كل الناس نفس الشيء عنده دي مشكلته مش مشكلتك بس انا عايزكي تنجي من نفسك بالنسبة هرجع بقى للست اللي هي ما بتنامش دي المشكلة مش فيك انت انت ما بتنامش هو اللي بيصحيكي بالليل وعطول ما هو صاح فانت تقولي الدعاء قبل ما تنامي هتقولي بعض الادعية وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاشانا يا مفاهم لا يبصرون وتقوليها كذا مرة وتحوطي بيها على جسمك كده او تحركي ايدك على جسمك ان شاء الله مش هيصحيكي ولا اي حاجة واقري ايه الثور الصغيرة وقاية الكرسي قبل ما تنامي وان شاء الله يبعد عنك باذن الله على الاقل عشان تنامي يا جماعة هي فكرة ان الراجل ده انا هقول بسرعة حاجة قبل ما نختم لان انا فعلا على وشك انه لازم اختم الراجل ده بيخليكي ما تناميش عشان يبقى العقل الوعي بتاعك مرهق مش عارف يفكر لما ييجي يقولك حاجة تصدقيها لانه بيبقى عامل زي التنويم المغناطيسي بيبقى عامل زي التنويم المغناطيسي يا جماعة انا عايز اكمل بس والله يفيقولولي اختبي وانا عموما اللي عايز يعني اي حاجة تانية في القصة دي كلمني عادي في التليفون فان شاء الله على موعد مع الاسبوع القادم في نفس الحلقة او في نفس البرنامج الساعة 12 ونص على قناة الساحة والجمال فالى اللقاء اشتركوا في القناة